بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الرابع والأخير ما الدرس الخامس في الوحدة الثانية ومعنا المصفوف A المعطاء أمامنا والمطلوب منه هو إيجاد المعادلة المميزة لها Characteristic Equation ثم Eigen Values القيم الذاتية ومن ثم Corresponding Eigen Victors المتجهات الذاتية في البداية نكون بحساب لمضة I ناقص A تساوي لمضة I هي مصفوفة تشبه مصفوفة الوحدة ولكن العناصر الموجودة في القطر الرئيسي هي لمضة بدأ من الواحد ناقص المصفوف A 2 4 3 1 فتساوي لمضة ناقص 2 سالب 4 سالب 3 لمضة ناقص 1 الآن مع المطلوب الأول وهو Characteristic Equation المعادلة المميزة محدد لمضة I ناقص A يساوي 0 هذا يعني أن قيمة هذا المحدد لمضة ناقص 2 ناقص 4 سالب 3 لمضة ناقص 1 يساوي 0 نضرب عناصر القطر الرئيسي لمضة ناقص 2 في لمضة ناقص 1 ناقص 12 يساوي 0 لمضة تربيع أطرف وسطين سالب 3 لمضة نوجب 2 ناقص 12 يساوي 0 أي أن المعادلة المميزة هي لمضة تربيع ناقص 3 لمضة ناقص 10 يساوي 0 وهذه أحبتي هي المعادلة المميزة Characteristic Equation لهذه المصفوفة لإيجاد القيم الذاتية لهذه المعادلة نقوم بالتحليل مطلوب عددان حاصل ضربهما عشرة والفرق بينهما ثلاثة اثنين في خمسة الكبير يأخذ إشارة الوسط سالب والآخر موجب أي أن لمضة تنتمي إلى سالب 2 وموجب 5 الآن لإيجاد المطلوب الثالث والأخير وهو المتجهات الذاتية المقابلة للمضة بسالب 2 وموجب 5 في البداية هي حل النظام الخط المتجانس التالي X يساوي 0 X هنا يمكن فرضها على الشكل U و V فبحل هذا النظام الخط المتجانس بطريقة قاوس للحذف بوضعها في Ro-Echland Form يمكن حساب قيمة هذه المتجهات وما يهمنا فقط هو هذا الجزء الذي يمكن حسابه من المعادلة إذا سمينا هذه واحد من المعادلة واحد فإن هذا الجزء يكون هكذا لمضة ناقص 2 هنا سالب 4 سالب 3 لمضة ناقص 1 فلا داعي لكتابة العمود الأيمن الذي يكون كله أصفار في المصفوفة الموسعية في هذا الجزء فقط لحساب هذه المتجهات والآن مع المتجه الأول المقابل للقيمة لمضة تساوي سالب 2 نعوض في هذه المعادلة سالب 2 سالب 2 سالب 4 سالب 4 هنا سالب 3 سالب 2 سالب 1 سالب 3 أيضا يمكن في البداية قسمة الصف الأول على سالب 4 والثاني كذلك يمكن قسمته على سالب 3 فتتحول المصفوفة إلى مصفوفة بهذا الشكل نلاحظ أن هاتين المعادلتين تمثلان معادلة واحدة لذا فإن هذا النوع من المسائل كما درسنا من قبل يكون له عدد لا نهائي من الحلول نتأكد بطرح الصفين من بعضهما تكون كالآتي واحد واحد سفر سفر فنأخذ هذا المتغير V وهو كما تذكرون Free Variable يمكن أن نأخذه بورامة تي ثم نعود في المعادلة الأولى U زائد T تساوي صفر بمعنى أن U تساوي سالب T ويكون متجه الذاتي X1 يساوي سالب T و T أو T سالب 1 موجب 1 بنفس الطريقة يمكن حساب متجه الذاتي للمصوف A والمقابل للمضة بتساوي 5 لو عودنا في هذه المعادلة أيضا لكان الناتج كالآتي 5 ناقص 2 ثلاثة سالب 4 سالب 3 4 لو جمعنا المعادلة الأولى زائد المعادلة الثانية لو وصلنا للصورة التالية ثلاثة سالب 4 صف صف أي أنهما أيضا نفس المعادلة وفي هذا النوع يوجد عدد لا نهائي من الحلول فقط نجعل هذا العدد واحدا لتيسير التعويض فنقسم الصف الأول على ثلاثة فيكون الناتج واحد سالب 4 على ثلاثة صف صف فهنا free variable هو V أيضا نأخذ V يساوي T ونعود في المعادلة الأولى U ناقص 4 على ثلاثة T يساوي صف بمعنى أن U تساوي 4 على ثلاثة T والمتجه الذاتي في هذه الحالة هو 4 على ثلاثة T وT نأخذ T عاما مشترك فيكون هو T في أربعة على ثلاثة وواحد